خلينا نروح لأستاذ هاني وأستاذ هاني هو رئيس إحدى الشركات المنفذة لمحور 30 يوليو كلمني عن محور 30 يوليو إيه أهميته؟ لأننا شايف كل الصحف ساعة الافتتاح أو تاني يوم عملين يكلموا عن عزمة محور 30 يوليو المحور محور هام جدا هو محور طولي يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض يعني زي دور قناة السويس بس ده بري بقى بري بري يعني قناة السويس منين لفين المنطقة؟ بيبدأ أفندم من الزعفرانة مرورا بمحور الجلالة لغاية لما يوصل لغاية طريق الإسماعيلية ثم بيكمل لغاية مورسايت أقوى محور ضخم كان لازم تنفذه أكتر من شركة؟ محور ضخم المحور اشتغلت فيه حوالي 15 شركة 15 شركة؟ في مجال الكباري في مجال الكباري دي حوالي 93 كيلو عملنا فيها خمس كباري وثلاث أنفاء سيارات وعملنا رصف لمسافة حوالي 10 كيلو ونفذنا الحواجز الخلصانية للقطاع كله بحوالي طول 80 كيلو الوقت العمالة التكلفة نفذت كله ده في وقت هده إيه؟ وكم عدد العملين في 93 كيلو فقط؟ العدد العملين من الشركة كانوا حوالي 250 واحد من الخارج؟ عمالة غرم وبشرة؟ دي العملين في قطاع الشركة من الشركة ومن خارج الشركة كانوا 250 واحد ومدة تنفيذ كانت 18 شهر فن 18 شهر؟ 18 شهر التكلفة؟ التكلفة العمومية العامة للمحور حوالي 8 مليار جنيه ده للمحور كله؟ للمحور كله؟ للعشرين شركة والثلاثين شركة؟ للخمسين شركة للخمسين شركة 8 مليار جنيه؟ 8 مليار جنيه ده رقم طيب إيه الفايدة اللي هتعود علينا كبلد وكمواطن؟ الفايدة فندم كبيرة جدا إحنا زي ما قلت لحضرتك هو بيربط يعني من أول شمال الصعيد لو قلنا حتى تجاوزا عن طريق الزعفرانة بني سويف بني سويف الزعفرانة ده شمال بني سويف شمال الصعيد يعني بالزعفرانة اللي هي على البحر الأحمر ثم بيمشي في اتجاه الشمال مرورا بمحور الجلالة وبعدين بيوصل لغاية بورسعيد المواني بتاعة بورسعيد والطريق السحلي الدولي فبيعمل ربط جيد للبورط فبيعمل ربط جيد للبورط جيد للبورط جيدة بني سويف الزعفرانة بحرق اليوم بجدة فبيعمل ربط جيدة بالطريق للبورط جيدة